بعت لي احد اصدقائي بوست لي انا معرفوش والله ومش عايزين نتسبب له في اي ضرر بس الحقيقة بعت لي بوست لهذا الشخص اه اه لا البوست يا شباب بتاع الفيس بعت لي اه ده واحد معرفش مين لي كاتبه اصلا لكن انا لقيت الكلام رسالة الى الرئيس بعته كاتبه الراجل واضح جدا انه مؤيد للسيد الرئيس مؤيد للسيد الرئيس نقرى بقى كلام الراجل اللي هو بيمثل شريحة كبيرة جدا من المصريين يمثل شريحة من الناس اللي بتقايد السيسي ويمثل خطاب المصريين بيقولي بقى رسالة الى الرئيس ده في 22 اغسطس يعني تقريبا من 10 ايام سياد الرئيس رجاء اترك للفقير في عهدك متنفس يتنفس منه حضرتك لما قلت جملة في افتتاح المرحلة التالتة لمشروع متر الانفاء ان المواطن لازم يدفع مقابل الخدمات اللي بتتقدم له هذه الجملة لم افهمها وقتها الراجل مفهمش الكلام ده لكن اليوم فهمتوها جيدا ومعناها اننا امام حكومة قطاع خاص حلو قوي الكلام ده لانه هنا مفهوم الدولة بيسقط يا جماعة الدولة غير الشركة حضرتك شرحنا 900 مليون مرة الدولة تقدم خدمات لمواطنيها الحكومة شغالة عند الوطن عند المشعب مش عشان تقلبه وتكسب منه فهنا الراجل انا معرفش اسمه قال ان دي حكومة قطاع خاص حكومة قطاع خاص لا تهدف الا للربح فقط دي زي الشركات بالظبط ولا على بالها اصلا المواطن الفقير يموت او يعيش مش مهم عندها لكن المهم ربحها وده منطق الشركات يا جماعة مش منطق الدول والحكومات عندما هتم تطوير السكك الحديد عندما هتم تطوير السكك الحديد تقوم الحكومة برفع اسعار التذاكر ومضاعفاتها وعندما تفتتح سياداتكم اي مشروع ناجد تاني يوم اسعار منتجات هذه المشروع المشروع تزيد وتضاعف حاجة عجيبة جدا يعني هو الراجل الحكومة تفتح مشروع بدل ما الاسعار تقل لا ده بتزيد شي عجيب زي ما هيدرب الراجل عدة امثلة هنا انت جيت حضرتك عملت خط مترو تاني يوم بقى حضرتك الاسعار بتاع المترو تزيد نزلت قطر جديد تاني يوم اسعار السكة الحديد تزيد فتحت طريق يبقى تاني يوم اسعار الطرق تزيد حاجة عجيبة جدا ما لاش علاقة بمنطقة الدولة على الاطلاق حتى الدولة لما عملت اسكان الاجتماع على اراضي الدولة يعني الارض ببلاش بعيتها الحكومة للشعب اللي هو صاحب الارض بسعر السوق ده مثال وامثلة تانية ساد الرئيس الراجل بيكلمه هو بمنتهى الاحترامه هو ده من مؤيديه نحن لا نفهم معنى ان الدولة تكتشف غاز طبيعي وفي نفس الوقت يرتفع سعره والله يقولنا الكلام ده استاذ لا وعندها فائد وبتصدره ومع ذلك بتزود على المواطن وتكتشف بترول ويرتفع سعره برضو نفس الحكاية ونعمل محطات كهرباء نلاقي اصعارها بقى اتنار وننشئ مزارع سمكية يرتفع سعر السمك حاجة عجيبة جدا حقيقة وننشئ جامعات خاصة واهلها في مصر نلاقي مصارفها بالدولار ونبني مدن جديدة زي مثلا مدينة العالمين نلاقي سعر المتر فيها وصل خمسين الف جنيه يا رئيس والله العظيم احنا بقينا نكلم نفسنا جملة كل المصريين ومش عارفين نرد على تمرد اولادنا مما يحدث للفقراء في مصر ومن هنا واجبي ان انا نبه سيادتك للخطر القادم ما تسمعش لا هما هما فيه تمؤنينة هما متمؤنين رغم ان اي حد عاقل اي حد عاقل عارف انه فيه خطر جاي فعلا وانه الناس بتكلم نفسها زي ما ده المواطن قال والفيديوهات اللي بتوصلنا من حضراتكم اللي هتوصلنا دلوقتي ان الناس بتكلم نفسها لكن هو متطمم زيه زي كل ديكتاتور حكينا حكياته خلال ثلاث اسمائح اللي فاتت هو متمئن امن الدولة يبطش في الناس والقبضة الحديدية زي ده زي الفل وهو الحمد لله مسيطر على الاوضاع والدنيا بتتحسن كمان وده يمكن يسكت الاصوات اللي بتتكلم واي حد بيتكلم بترين ورا الشمس والموضوع خلص خلاص فهو متمئن ما اهرفش انها بتيجي من حيثه لا يحتسب سيادة الرئيس في العودة الماضية كانوا يتركون للفقراء قطارات السكك الحديد زي مبارك كده السكك الحديدية واوتوبيسات هيئة النقل العام والمترو ورغم من مستواهم السيء وزحامه من والذي لا يطاق الا انه كان يكفي الفقراء كان الفقراء الفقراء رضيين بيركبوا موصلات سيئة بس رضيين على قد فلوسهم بيأكلوا رغيف وحش بس رضيين على قد فلوسهم كانوا رضيين مرضيين يذهبون ويعودون من وإلى عملهم ومدارسهم وكلياتهم حامدين شاكرين أما الآن فقد زادت أسعار القطارات والأوتوبيسات والمترو بالتبعية سترتفع أسعار سيادات الأجرى وهكذا في الآخر بيقول لشات الرئيس أعتقد أنك تعلم جيدا أن غلامية المصريين لا يحصلون على رواتب تمكنهم من دفع متوسط 10 جنيه لكل فرض في الأسرة يوميا لبند المصر 10 جنيه فإذا تذكرت المترو بس بعشرة تتكلم في أكتر من 3040 جنيه وتعلم أيضا أنه حتى الآن هناك الكثير من أرباب الأسر من يحصل على لاتب شهري لا يتعدى 1200 جنيه وهناك من يصرف معاشا لا يتعدى 1000 جنيه أباء أمهات كتير جدا بيبعتون على موضوع المعاشات ده ربنا يكون في عينهم يكون في عونهم ومطلوب منهم دفع الكهرباء والغاز والمياه بسعرها العالمي الذي فرضته الحكوم عليهم هذا بخلاف المأكل والملبس والمشرب فمن أين يأتي الفقير الرئيس لك أن يدفع كل هذا سيادة الرئيس أي أرجو أن تعلم سياداتكم أن كل من يستخدمون القدرات والأوتوستات هم الفقراء والغلابة واللي يكاد راتبهم يكون بالنص سيادة الرئيس أترك للفقراء خرم إبرة يتنفسون منه وافرت كما شئت من مبلغ الطائلة على أصحاب الأقارات والأبراج المخالفة وعلى رجال الأعمال والفنانين واللعبين والمدربين الذين يتقادون الملايين كل عام مفيش حد فيهم بيدفع جنيه واستاذ أخيرا سيادة الرئيس رجاء أن أحنوا على الفقراء اجعل الفقير يعيش آمنا مستقرا في بلده واجعل لهم في عهدك متنفس يتنفسون منه لكي يتذكروك أنا أيما في المستقبل ويذكرونك بكل خير بكل خير إن شاء الله الحقيقة الرجل ده كفاني كلام كتير جدا لأنه واضح أنه هو مؤيد للسيسي طبعا بيتكلم أنه إحنا عايزين نذكرك بالخير وبتاعه لكن وصف الحالة اللي عايشها المواطن المصري أنا مش محتاج إحنا قديننا مثلا معاكم في الشرع المصري بنتطلع ثلاث سنين ونص ونص وقبل نازميننا زماهيننا كلهم معتز ومحمد سبع سنين الحكم بيننا وبينهم إيه؟ هذا الكلام إحساس المواطن في الشارع اللي هو ماشي يكلم نفسه اللي هو بيقول إنه هذا النظام لم يترك له خرم إبر عشان يتنفس منه كل يوم بيضغط عليه وكل يوم بيشتغل